اهلا بكم في مرايا قبل أيام اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا باختيار رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنتونيو بوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة اعتبارا من مطلع العام المقبل القرار طبعا سيحال إلى الجمعية العامة بعدما اعتمده محتكرو الفيتو الخمسة الكبار في العالم بالنسبة للأمين العام الحالي الدبلوماسي الكوري الجنوبي العتيد بنكيمون فإنه سيتقاعد بنهاية العام الحالي 2016 بعد ولايتين صعبتين كان سجله فيها ومعه المنظمة الدولية لا يسر الناظرين خاصة وقعه على العرب بنكيمون الأمين العام للأمم المتحدة ظل يشعر بالقلق طيلة فترتين لم يفعل شيئا لا بال في الكوارث الأمنية والسياسية الدولية وأبرز كارثة أممية سياسية أمنية وإنسانية هي طبعا الكارثة لا بل أقول المأساة السورية التي عجزت المنظمة الدولية ليس عن إصدار القرارات بشأنها فقط بل حتى حماية القرارات التي تصدر عنها القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة نفسها من مجلس الأمن تعجز المنظمة الدولية عن حماية قراراتها وتنفيذها في اليمن مثلا وتحت القرار الدولي تحت القرار الدولي موجب الفصل السابع من مجلس الأمن اللي هو فصل ملزم ضد الانقلابين لم يحدث شيء بل إننا نرى تصريحات ومقاربات الأمين العام للحدث اليمني وكأنه لا توجد قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن وتنحي باللائمة أحيانا على حماة ومنفذي القرارات الدولية عن التحالف تحالف الدول العربية والإسلامية فأمر عجيب وعجيب حقا مواقف بن كيمون المتباينة الغير واضحة من قضايا عديدة كان يغلفها دوما بكلمة القلق وكأن هذه الكلمة هي مفتاح العبور والإفلات من الكثير من المسؤوليات التي من المفروض أن يتحملها بصفته السكرتير الدولي صحيح أن السكرتير العام الدولي للأمم المتحدة لا يملك دبابات لا يملك قوات لكنه يملك القوة الشرعية والقدرة على الإقناع والحشد وصحة العزيمة لحماية الأمن العالمي وعدم الكيل بمكيالين والانحياز الخفي للطرف الذي تريده واشنطن نعني واشنطن الحالية طبعا واشنطن الأوبامية هناك من تولى هذا الموقع الدولي المهم وكان له دور مؤثر في استخراج القرارات الدولية المسؤولة التي أساسها أساس هذه المنظمة حماية السلم العالمي وتولي حماية هذه القرارات والسهر على تنفيذها وضمان التوازن فمن المؤكد أن بانكيمون إذا عد هؤلاء الأمناء لن يكون ضمن هذا السجل هل عجز الدبلوماسي الكوري الجنوبي عن فعل شيء في كل الكوارث الدولية خاصة العربية منها ليس هو مسؤولا عنه بصفة الشخصية بل هو انعكاس لأزمة أو قل فشل النظام الدولي الذي ولد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وكان من مظاهره قيام منظمة الممتحدة ربما الحقيقة أن ما ندريه على وجه اليقين أن قلق السيد بانكيمون طيلة هذه الفترة لم يتحول إلى قرارات مفيدة على الأرض ليس لنا فقط بل لفكرة السلم والاستقرار في منطقتنا خاصة وبقية العالم عامة والشواهد تحكي وتقول عن السيد بانكيمون ولد في كوريا الجنوبية عام الف وتسعمائة واربعة واربعين حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية عام الف وتسعمائة وسبعين والماجستير في الإدارة العامة عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين عين سكرتيرا أول بالبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين شغل منصب وزير خارجية كوريا الجنوبية الأمين العام الثامن للأمم المتحدة ويشغل المنصب منذ العام الفين وسبعة انتقدته منظمة يومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي واتهمته بالفشل في الدفاع عن حقوق الإنسان عام الفين وعشرة هذه بطاقته العامة ما هو حصاد المسؤول الأممي الأول في العالم خلال فترتين بلغت عقدا من الزمان الحصاد العشري لبانكيمون قبل أشهر من مغادرته منصبه كأمين عام للأمم المتحدة يحفل سجل بانكيمون بالأخطاء التي وصفت بالفادحة هذا الأمر دفع بصحيفة ووستجانل في مارس الماضي إلى القول إن بانكيمون كان أول دبلوماسي يجنح بطبعه إلى صب الزيت على نار نزاعات الدولية من ذلك أنه كان عام الفين وسبعة عرضة لانتقادات اللاذعة على خلفية دعمه عقوبة الإعدام في حق صدام حسين رغم الجهود الأممية من أجل إلغاء العقوبة وفي عام الفين وعشر استقالت مساعدة الأمين العام المكلفة مكفحة الفساد في الأمم المتحدة بعد عرقلة بانكيمون تعيين مدع عام سابق للتحقيق في التلاعبات المالية والسرقات في صلب عدد من مهام حفظ السلام وتخلى بان عن حياده الأممي عام الفين وخمسة عشر في خضم الصراع بين الصين واليابان بشأن أراض متنازع عليها بحضور عرض عسكري صيني كما فضل الأمين العام التخلي مرة أخرى عن قبعته الزرقاء خلال زيارته الأخيرة للجزائر ومخيمات تيندوف باستخدام كلمة احتلال لوصف استرجاع المغرب أقاليمه الجنوبية نضاف إلى ذلك إخفاقاته في تدبير الأزمات الطاحنة التي تعصف بشرق الأوسط والشمال إفريقيا واكتفاؤه بالتعبير عن القلق الذي بات هاجسا ملازما لبانكيمون حين نقول أن الخطاب الأممي على يد بل قل ثم بانكيمون لم يكن متزنا ولا متوازنا ولا تحس بأن كلامه هو أن هذا الكلام هو كلام هو بل ألقي عليه أو إليه كلام يشبه الكلام الذي نسمعه ربما من قناة اليمن اليوم التابعة لصالح أو قناة بي بي سي العربية المحبة للسعودية أو قل المحايدة نموذج هنا من الكلام الحلو لبانكيمون عن السعودية حول حرب العاصفة تم رفع اسم دول التحالف من قائمة المكتهمين بالعنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة نعتقد أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة تأكيد للموقف الثابت والصريح والقوي والسليم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول التحالف ويعتبر تأكيدا لما سبق أن أعلننا عنه وهو ضرورة أن تستند تقارير الأمم المتحدة على معلومات كاملة ودقيقة وهو ما لم يحدث في هذه الحالة ونحن على استعداد للتعاون معلومة المتحدة لتزويدها بكل التقارير اللازمة في هذا الشأن كان هذا تعليقا على اعتذار بانكيمون عن موقفه الذي أصدره حول قوات التحالف بموضوع الأطفال والإساءة للأطفال ثم رجع واعتذر عن هذا الموقف وحدث دول التحالف من القائمة السيئة هذه المواقف وتلك السياسات في مقدمتها الإخفاق حقيقة الإخفاق المخجل في الكارثة السورية منذ بدايتها من خمس سنوات حيث كان الفيتو الروسي ومازال وأحيانا معه الفيتو الصيني حجر عثرة لإنقاذ الحجر عثرة تمنع إنقاذ سوريا وتوقف المأساة هذه كانت قرارات تهز الضمير حقيقتهم قبل أن تهز الثقة وبمناسبة تهز الثقة من ينسى كلام المرحوم الملك عبد الله عن هذا العجز الأممي المريع بالتحديد كنا وكنتم نعتز بالأمم المتعدة تجمع وما تفرق تنصف تتأمر من هذا لكم خير وإلى الآن نحن نقول إن شاء الله لكن العثرة اللي حدثت ما تبشر لأن ثقة العالم كله في الأمم المتحدة ما في شك إنها أهتزت دول مهما كان مهما كان دول لا تحكم العالم كله أبداً أبداً بل يحكم من عالم العقل يحكم من عالم الإنصاف يحكم من عالم الأخلاق يحكم من عالم الإنصاف من معتدين هذا اللي يحكم العالم هذا اللي يحكم لا يحكم العالم من عمل هذه الأعمال هذه في الله مواقف تعليقات غير متزنة من الأمم المتحدة ومن ممثلها غير متزنة ومتخبطة نشتم فيها رائحة رائحة ليست غريبة علينا وليس غريب أن نعرف أي موقد يشتعل فيها الحطب ضد السعودية لا بل ضد العرب كل العرب الرافضين للصلاف الخميني مواقف بن كيمون لم تكن أبدا مستقرة ولا متسقة ليس مع السعودية وعاصفة الحزم بل مع مصالح العرب كلهم حبة فوق كما يقول المثل حبة فوق وحبة تحت كما بالدرجة العمية هي مواقف ليست موضوعية هي أقرب للهوى الآخر الهوى الغلاب الهوى الإيراني خاصة مع ثبوت اختراق جماعة الحوثي وصالح لمنظمات تتعامل مع الأمم المتحدة هذا أمر يستحق النقاش ربما في حلقة أخرى هذا الكلام الذي نسمعه من المتحدة ومن أمينها العام من حل آخر كلام الغريب والغامض ربما ينطبق عليه كلام حكيم المعرّة أبو العلاء حين قال هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقوله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة